اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نصرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها ينحدر من اسفي التحقيق في وفاة عامل بناء بضواحي برشيد ولن للتفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الشراك في القناة واعجاب بالفيديو لقي مشتغن في مجال البناء مساء الخميس ثمانية شوشا برجاري ما اصرعه بعد سقوطه من سلن بناء باحد المنازل السكنية الواقع بتجزئة امر التابعة ربيا للجماء الحضرية حدث سوانم اقليم برشيد واثقا لمصادر مطلعة فان الهالك يبلغ البالغ من العمر قعد حياته حوالي 52 سنة وينحدر من ضواحي اسفي كان بصدد تبليط الواجهة الامامية لاحدى الشقق السكنية لعمارة بتجزئة امر قبل ان يسقط ارضا مدرجا في دمائه عبر سلا مخصص للبناء من الطبق الرابع من العمارة وفور علمها بالحادث انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حدث سوانم وممثل السلطة المحلية ومصالح الوقاية المدنية التابعة لمركز الإغاثة حدث سوانم قصد نقل الضحية الى قسم المستعجلات بمستشفى مولا الحسن بضرب أزا إقليم نواصر في خطوة لإنقاذ روحه ليتم توجيهه بعد ذلك الى المستشفى الجامعي بن رشب البيضاء غير انه فارق الحياة في منتصف الطريق بسبب جروحه الخطيرة وتنفيذا لتعليمة النياب العام المختصة لدى الدائر القضاء يستهد فتحت مصالح درك حدث سوانم بحثا دقيقا في موضوع القضية لمعرفة الصبب الحقيقي وراء الوفاة وتحديد المسئوليات في انتظار تسليم جثة الهالك لأهل وأقارب قصد دفنها بمثقة رأسه بإقليم آسفي كنتم مع نصرة إخبارية إلى اللقاء